سوف نقف بعض المحطات سوف نقف بعض المحطات سوف نقف بعض المحطات لأنه اتقل كثير وانا فحن أنه كان هذا اللقاء سيداته السادة الوزراء لأنه شحوا على عدد برميش لكن سوف نقف بعض المحطات المحطة الأولى الظروف التي جئنا فيها إياها صعبة الظروف صعبة تكلمون لكم عن الكوفيد ولكن لكم نقول الكوفيد لقنا جميع القطاعات مزدودة بما فيها السياح كل شيء مزدود لأن الحمامات قريبا كانوا مزدودين لذلك يجب أن تحل ويجب أن تدور المشين ويجب أن نتشغل ويجب أن تطور يعني الاقتصاد في ضروف التي هي صعبة القناة لم يخرجنا من هذه الإشكالية يحتاجت الحرب الأوكرانيا ويجبت معها الانفلاسيون بدأت يعني في مص العمل الزهد في 2022 ولكن يعني في هذه الحاملات كلهم وهذا الظروف يعني كل هدف دي المعارضة هي أن تشغلنا بالمشاكل الضغفية التي نعيش فيها الانفلاسيون الزيادة في الكابيرون يعني 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 الوحيد العادل قال قال المشاكل اللي كينين اللي كنا نعيشهم البني البني طالع البني واقف لأنه كي ظهر لي بأن المعارضة فهمت بأنه البرنامج الحكومي برنامج كبير وفيه رجال ونساء وراءوا اللي غادي نجحوه واللي غادي يعطونا إن شاء الله واحد النفس كبير فهد خمس سنين هذا غا فهموها دوقاش بقى قدامهم قدامهم هدشويش يعني بشي رجعونا لمشاكل ديال كل يوم مشاكل ديال كل يوم هذه المحطة التانية اللي هي الانفلاسيون نتكلم لها هي مشاكل واقعية فيعلان بلدنا عرفت 6.5% ديال الانفلاسيون كان يمكن تكون 10 ولا 11 ولا 12 لكو تمد نشهدو كل المزير اليوم فهد فهد السنة الانفلاسيون في الارجنطين 100% اللي جيبت اكتر من 35% وشبت قاعد الميديتيراني ما كين هم من 10 15 عشري الفوق احنا فيعلان تبان الانفلاسيون في شهر جنوبيو في شهر فبريو بان الطالعاء لانه ما كانتش الحرب ديال اليوكان في شهر جنوبيو وشهر فبريو لكن ستشوفوا ان شاء الله انه الامر ستبدأ تستقر ابتداء يعني من هذا الشهر ديال الافريل ستبدأ تستقر وانتشوفوا الانفلاسيون بلي خرجوا لريزولتا اشتركوا في القناة